تابع وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت خلال زيارة قام بها للشركة القابضة للقطن والغزل تطور الأعمال في مشروع تطوير شركات الغزل والنسيك في إطار الجدول الزمني المحدد للتنفيذ استعرض الوزير آخر المستجدات بالنسبة للمشروع في مختلف محاوره سواء في الأعمال الإنشائية التي تشمل نحو خمسة وستين موقعا تتنوع بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء كما تابع وزير قطاع الأعمال العام موقف توريد الماكينات الحديثة والتي وصلت أولى شحناتها في أغسطس الماضي بالإضافة إلى برامج تدريب العاملين على التعامل مع المعدات والآلات الحديثة ترجمة نانسي قنقر